الموجزة الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم قالت مصادر حكومية إن هناك محاولات من قبل جهة محددة لن تسميها لشراء محصول الحنطة من الفلاحين بأسعار مرتفعة وأعلى من سعر الدولة وتهريبها إلى الخارج وأضافت المصادر أن نحو 70% من الحنطة التي سيتم توفيرها كخزين استراتيجي للعراق ستأتي عبر الاستيراد بعد أن أصبح الانتاج المحلي المعروضة ماما الحكومة لا يفي بالمطلوب وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري إن مجموع المحصول المحلي والبالغ مليوني طن سيأتك في لمدة أربعة أشهر فقط ما يعني أن الوزارة مضطرة لاستيراد ما تحتاجه لسد حاجة البلاد للأشهر اللاحقة قال النائب في البرلمان الحالي نورسل عيسى إن دمار الصناعة في العراق لم يأتي وليد الصدفة بل كان ضمن أجندة ممنهجة وأكد العيسى أن الغاية كانت تحويل العراق لسوق استهلاكي يدر مليارات الدولارات على دول الجوار ليفقد المواطن ثقته بعبارة صنع في العراق وبالتالي إنهاء الصناعة الوطنية وأضاف العيسى أن كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 ما السؤول عن انهيار الصناعة في ظل وجود قوى متنفذة لا تريد عودة الإنتاج الوطني وإبقاء سوق العراق رهينا للخارج قالت شبكة CNN إن العراق غير قادر على سد الفراغ الذي خلفته خسائر النفط الروسي وأضافت شبكة أنه بإمكان العراق أن يزيد إنتاجه بواقع 660 ألف برميل يوميا ولكن الانقسامات السياسية فيه تسببت بعرقلة الاعتماد عليه في تعويض النقص مضيفة أن انعدام البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج والاستثمارات في المنتجات النفطية ستغرق سنوات لكي تعطي ثمارها وأضحت الشركة أنه رغم امتلاك الشرق الأوسط لنحو نصف الاحتياجات النفطية العالمية فإن انعدام الاستثمار في البنية التحتية والنزاعات من الأسباب التي تمنع المنطقة من أن تهبى لإنقاذ أوروبا أظهرت إحصائية النشرة إدارة الجمارك الصينية خروج العراق من الدول العشر الرئيسة المصدرة للنفط إلى المصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفا خلال شهر نيسان الماضي من العام 2022 وبناء على الإحصائية فإن المؤشرات المقلقة بدأت تظهر على مصير قرابة 70% من صادرات العراق النفطية ومع بدء النفط الروسي أجزاء من حصة النفط من نفط العراق في الأسواق الآسيوية والهندية والصينية أشارت وزارة الكهرباء الحالية في العراق إلى وجود مصاعب في تنفيذ الاتفاق مع الجانب القطري بشأن توريد مليون ونصف المليون طن من الغازي سنويا وقالت الوزارة إن تنفيذ الاتفاق يحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة وأمور لوجستية كتجهيز الموانئ وإنشاء منصات للغاز المسال وتوفير شبكة ينابيب لنقله من الموانئ إلى محطات الكهرباء وهو ما لا يمكن تنفيذه في الوقت الحاضر وأضافت الوزارة إن وصول الغاز القطري يحتاج إلى فترة تقدر بنحو 15 شهرا وهي مدة تعد طويلة رغم تصريحات رئيس الحكومة في العراق بأن الإجراءات والعمل سيتم بشكل سريع وفي غضون ثمانية أشهر والآن ننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم الموجز إلى اللقاء